أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراطة وستقيم السراطة الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين سورة البقرد مدنية يسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالقيم ويقيمون السلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآكرة ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كتم الله على قلبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم قشاوا ولهنم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمننا بالله وباليوم الآكل وما هم بمؤمنين يخوضعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فزاد أهلا الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الله قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء هم سفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقلوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى شياءة دينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتركوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهددين مثلهم كمثل الذين استموقوا دلارا فلم لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وطركهم في ظلمات لا يبصيرون سمهم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصير من السماء في ظلمات ولا عدع وبارق يجعلون سمعهم في آذانهم من الصائف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف بصارهم كلما أضاء لهم شوفيه وإذا أدلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي قلبكم الذين منكم لكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من التمرات لصبا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب لما نزلنا على عبدنا فأتوا بصرة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي مقودها الناس والحجارة وعدت من الكافرين وبشر الذين آبدوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجذي من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من حزم رات النسطان صالوها هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودا فما فوقها فأما الذين أعضلوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين يمقدون عهد الله من مقعد ميثاقه ويقطعون ما أمن الله به أن يصل ومسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكرون بالله وكمتم أبغة فأحياكم ثم يحياكم ثم إليه ترجعون هو الذي قلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذن قال ربك للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسنا قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت لا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غير السباوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت والزوجك الجنة وقلا منها رغدا حيث شيئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبتوا بعضهم لبعض عضوهم ولكم في الأرض مستقر ومتاع للاحين فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار من فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا العمتي للتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهابون وأمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين بك ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأاتوا الزكاة وأركعوا مع الركعين أتأمرون الناس بالبر وتاموا صول أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعاكرون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشين الذين تتلون أنهم لأبوا ربه وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فتلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسهم عن نفسهم شيئا ولا يقبل منها شفعة ولا يأخذ منها عدل ولا ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسرونكم سوء العذاب يدريحون بناءكم يستحيوا نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرضنا بكم البحر فأنجيناكم وغرضنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم نجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب الفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتقادكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم الصعي كتوانكم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم النفس الواء كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دكلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخنا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم قطاياكم وسنزيد المحسنين فبدلنا الذين ظلموا قولا قولا الذي قررهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السبائب ما كانوا يفسقون وإذ استشطى موسى لقومه فقل نقرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عين فدعلمتهم الأناسين واشربهم تلوا واشربوا من رسك الله ولا تعطوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على تعالي واحدين فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وصلها قال أتاستبدلون الذين هو أذنى بالذين هو قير نهبتوا بسلام فإن لكم ما سألتم ضربة عليهم الدلة والمسكلا وباءوا بغضبهم من الله ذلك بأنهم كارون يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعددون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم للآكد وعهد الصالحان فالله وجرهم عين ربهم ولا خوفهم عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فأخذكم الدر كذوا ما آتي لكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فدروا الله عليكم ورحمته لكم أنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عددوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قراداتا خاسئين فجعلنا هانك لما بين يديها وما خلفها ومعيدة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا من بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك رجلنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بيقر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك رجلنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا فاقع اللونها تسن الناظرين قالوا دع لنا ربك رجلنا ماهي إن البقرة شبه علينا وإن وإنا إن شاء الله لم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسكن الحرب مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فترأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك في الله الموت ويريكم آياته لعل لما كنت عقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة وشبك قصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشبغ فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خسية الله وما الله بقوافر لما تعملون أفتت معون أي أمن لهم قد كان فريئا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه هم يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنوا آمنا وإذا أقل بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ويحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يستنون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أبري وإذين لا يدنون فوعل للذين اتبون الكتاب وإذين ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بي ثمنا قليلا فوعلوا له مما كتبت يديهم وإذين لهم مما يكسبون وقالوا لن تمس النار إلا أياما معدودا ولتخذتم عند الله عدن فلن يخرف الله عده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته خطيئته فأولئك أصحاب النارهم فيها قاردون والذين منوا عند الصالحة أولئك أصحاب الجنة فيها قاردون وإذا خذنا بي ثقبني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ودلقربا واليتابا والمساكين وقولوا للناس حسنا وقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليت بالله قليلا من منكم وأنتم معردون وإذا خذنا بي ثقبكم لا تسبقون رماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقبلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم لذنب العدوان وإن يأتوب مصرات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفدوا أمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا كزين في الحياة الدنيا ويوم القيامة يدون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أفدت معنا والله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشترهم حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمصر ولقد آتينا نفس الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسابنا مريم البينات ويدناه بروح القدس فكلما جاءتكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا تكذبتم وفريقا تقتلون وقالوا كلهنا غلف بلعنهم الله بغفرهم فقليلا مما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عيد الله مصدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم معرفوا كفروا به فالعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بقيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهما لهم بما أنزل الله قالوا من بما أنزل علينا يكفرون بما وراءك وهو الحق مصدق لما معهم قل فلما تقدلون أنبياء الله من قبل إنكمكم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبيلات ثم اتخذتم رجلة من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتينا في قوة واصمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفره قل بإساما يأملكم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الأكرة عند الله خلصتا من دون الناس وتمنق الموتين كنتم صادقين ولن يتمنقه ودام لما قدمت يدهم الله عليهم بالظالمين ولا تجد أنه محرس الناس على حياتهم ومن الذين نشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سلام وما هو بمزحزعه من العذاب أن يعمر والله مسير بما يعمل قل من كان عدوه الجبريل فإنه أزله على قلبك بإذن الله وصدق لما بين يديه وخده وبشرال المؤمنين من كان عدوه الله وملائكته ونسله وجبريل فإن الله عدوه من الكافرين ولقد نزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عهدوا عهدا نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله وصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء دورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تظل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنسل على الملكين بباب اللهاروت وماروت وما يعلمان من حد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضاوتين به من حده الله بإذن الله ويتعلمون ما يكفرهم لا ينفعهم ولقد علموا ما اشترهما له في الأخرج من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتبعوا لمثلوبة من عند الله لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يودوا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم عليهم خير من ربكم والله يختص بنحمته من يشاء والله ذو الفضل العزيم ما ننسخ من آية أو ننصها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له منك السماوات وما لكم من من دون الله من ولي ولا نسيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظن سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفر حسدا من عين بأنفسهم من بعد ما تبيع لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأملي إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة واتستكادوا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله لما تعملون عسين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدل ونصر تلك أمانيهم قل هاتوا منهانكم إن كنتم صادقين بلا من نسلم جهول الله فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليس من النصر على شيء وقالت اليهود ليس من النصر على شيء مثلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم ومن قيمد فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلمه من ما منع مساجد الله أن يذكر فيها سلوه وسعى فيقرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا كزي ولهم في الأكرد عذاب عظيم ولله المشتب والمقرب فأينما تولوا فتمجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله لدى سبحانه ولهما في السماوات ولذي كن له قاندون بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقولهم كن فيكون وقال الذين لا يعلمون ولولا يكلمنا الله وتأتينا آياء كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤنون إن منا أرسلناك بالحق مشيرا ونذرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصار حسرت تبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العيم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكذبت لونه حق و تلاوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم خاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفس عن نفسهم شيئا ولا يأبر منها عدل ولا تنفعوها شقعته لهم مصرون وإذي بتلا إبراهيم ربه بكلماتي فأتمهم ولئني جعلك للناس إماما ولو من ذريتي ولأينا الوعد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثلابا للناس وأمنا واتخدوا من مقوم إبراهيم وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيذا نطهيرا بيت الى الطائفين والعاكفين وذكع السجود وإذ قال إبراهيم ربه جعل هذا البلد آمنا هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثبرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ولو من كفر فأمتعه وقليلا كما تطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد إلى البيت وإسماعيل ربنا تقبل مننا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن دبيتنا أمتا مسلمين لك وآرنا مناسكنا وقدو علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منه نتلو عليهم وآياتكو يعلمهم الكتاب والحكمة وزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عملة إبراهيم وإلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتهم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرقين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعطوب ونسبات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفنق بين أحد من منهم ونحن لهنا المسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد هتدوا وإن ويتولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم سبغة الله وما نحصل من الله سبغة ونحن له نعبدون ولتحاجوننا في الله هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكن أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعطوب واسمتكانه وطنون ونصرى قل أنتم أعلم أمنى ومن أظلمني من ما إنكتما الشهدتنين به من الله ومن الله بغافر عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر